هو في حقيقة الأمر كفكرة هي نفس الأفكار ونفس التصميم إلا أن الفرق في جودة الأداء فهنا في هذه المعركة نجد الجودة والدقة في العمل حيث أن اللغم المستخدم كمفخخ نفسه مصنوع بمصانع روسية جاهز الصنع ومورد إلى ليبيا أما أعمال الدواعش فهي صناعة يدوية في غالبها وهي تمتيل على المصانع الروسية يعني تجد الشبه القريب فيما بين اللغم الروسي واللغم المصنوع يدويا من قبل تضنيم داعش الألغام الروسية متنوعة في القوة متعددة الشضايا لا شك أنه تصنيع مصنع مصبقة التصنيع فهي ستكون أقوى وستكون أجود بمعنى كلمة الجودة وتأثيرها سيكون بالها أكثر أما من أحتي الأفكار فتقريبا هي متساوية ترجمة نانسي قنقر